من ضمن الاسئلة انا بدرس ادارة اعمال سنة ولكني بحب ادارة المواد البشرية جدا ونفسي اشتغل في المجال ده ايش المطلوب مني? المطلوب من حضرتك انك تطلع على مجال ادارة المواد البشرية لو في الكلية موجود اه في دراسة او في اه مواد تتعمق فيها اكتر عشان تتفريفاي او تتأكدي من حبك لهذه المادة. لو في تخصص في الجامعة خاصة بالمواد البشرية طبعا تدخلي ده حاجة اساسية. ولكن لو ده مش متاح نحاول اثناء الكلية ان احنا ندخل تدريبات صيفية في الشركات في مجال المواد البشرية نشوف لو في انشطة طلابية بتعلمنا المواد البشرية ندخل فيها نقرة كتير جدا في المجال بخلاف المواد الدراسية لان هنطلع على حاجات كتيرة جدا اونلاين كتب وحاجات كتيرة هتقدر تساعدنا في هذا الموضوع فنضع ده في الاعتبار وهو كل الحاجات دي هتساعدك على انك ان شاء الله لما تيجي تتخرجي تدخل المجال الاسرع. لكن كمان من الحاجات المهمة جدا ان مجالة قدرت المواد البشرية بيهتموا بي يعني بمعنى انهم مهارات تواصل عالية. بمعنى انهم شاطرين جدا في الاكسل وبرامج الافيس. بمعنى انهم بيشتغلوا جدا على الايميلات. بمعنى جدا انهم بيعملوا انترفيوهات. فلازم تبقى هم عندهم الثقة في اجراء المقابلات وهكذا. فحاجات كتيرة بتكون المزايا الخاصة بالشخص اللي بشتغل في المواد البشرية. فالحاجات دي ممكن ان حضائك تتعلميها اثناء الكلية. هتفيدك جدا 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 اثناء التقديم وبعدها. مع بناء سي فيه. الابجيكتف بتاعه وهدفه ممتلئ بحاجات المواد البشرية هتساعدك كتير على هذا الموضوع. قربنا وفاقك وكتبلك كل خير بازن الله. لو كنت حيران وبتواجهك اسئلة وحابب تعرف اجابات ليه هتقدر تتواصل معي وتعبالك تقييم استشاري شام الخاص بيك. لمزيد من التفاصيل تواصل معي عبر صفحة رسمية على الفيسبوك مصطفى عطية وبتافي.